عسلام ومرحبا بكم شاء الله يارب الناس كله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اليوم حبيت نجيكم فيديو حصيله فيديو كما نقوله نحن وليد اللحظة جاء لبيلي هكا حبيت نعمل فيديو مع أيلين بالطبيعة بش نسئلها بعض الأسئلة ونشوفها اسكو هي اللي قلته لها يعني بقاه في الذاكرة متاحة يعني تعلماته حفظاته وفهماته إلا لا بالطبيعة بش نسئلها بالتركية بش تجاوبني بالتركية وأنا نترجم لكم نفصل لكم شنو وسئلتها نقول لكم يعني شنو وسئلتها بالعربي ونقول لكم الإجابة متاحة بالعربي خاطر ساعتها كان مثلا نعمل يعني نعمل اللوبسيوم بتاع الترجمة تطلع الترجمة غالطة يعني ثم كلمات ما يطلعوش صحاح فقررت إني نترجم واحدة يعني الأسئلة نقولها لكم بالعربي وبطبيعة الإجابة بتاعها نقولها بالعربي بطبيعة بش نسئلها حاجات يعني كما نقوله نحن المسموح والممنوع كما نقوله نحن بش نشوفها إس كهية مولمة بالحاجات اللي علمتهم لها ولا يعني كما نقوله نحن حفظتهم وإلا لا أيلين عسلامة دا عسلامة تيزي للا قلتكم عسلامة خالاتي المهم بش نسئلها أسألها كيف ما قلت لكم ونحاول نجاوبكم يعني بشنا نترجم لكم بالعربي بالطبيعة منيش بش نعمل له منتاج لحتى شايف الفيديو بش خليه كيف ما هو منيش بش نعمل له منتاج ونحاول نسئلها وهي تجاوب بمعرفتها بالطبيعة حسب اللي تعلمت ومن عندي أيلين أدنى سنين أيلين أيلين نا أيلين جيبالك أسألتا قلت لها شنو اسم قلت لها اسمي أيلين جيبالك بي أيلين شمدي سن حطر اليوم مني سنة أوردتم حطر اليوم مو حطر اليوم قلت لها تتفكر اللي علمتهم لقتل نتفكر قلت لنتفكره ما شوي بي أيلين بزا كم ياردتي الله بزا كم ياردتي الله قلت لها أيلين شكو نخلاقنا قلت لها خلاقنا ربي جاوبتني هي الإجابة متاعة قلت لها الله أيلين بي أيلين بي أدنى محمد صلى الله عليه وسلم قلت لها أيلين ما اسمو نبينا قلت لها محمد صلى الله عليه وسلم أيلين كتابمز ني قرآن قلت لها أيلين شنو الكتاب متعنا قلت لها قرآن أيلين دينمز ني دينمز دينمز ني قلت لها شنو الدين متاعنا قلت لها إسلام باهي أيلين شم دي بان باشكا بش رسور جام صلى الله إنسان لار حرام بدكة بدكة بش نسئلها تو أسئلة يعني بش نقوله نحن بش نعطيها الخيار الحلال والحرام بش نقول لها يعني بش نسئلها سؤال ونقول لها اسكو هذي حرام ولا حلال وهي شنو هي الإجابة متاحة بش نسمعها بطبيعة الإجابة نفسر لكم يعني نفسر لكم السؤال وهي بش تعطي لكم الإجابة تسمعوا الإجابة متاحة أيلين دموز ني هلال ما هرام قلت لها أيلين لحم الخنزير هلال ولا حرام سمعتوا الإجابة متاحة دموز ني هرام جاءت لحرام باه إنسان ني إنسان ني إنسان أتي هم قلت لها لحم الإنسان قتلي حرام طوق أتي هم قلت لها الحم الجيش قتلي حلال قويون أتي قلت لها لحم الظأن لحم العلوش حلال بلق هلال قلت لها السمك حلال قلت لها قول الكاذب سمعتوا الإجابة متاحة سمعتها قلت لها حرام قلت لها القيل والقال قلت لها حرام قلت لها السرق قلت لها حرام قلت لها حرام قلت لها هده قلت لها حرام قلت لها حمن قلت لها حرام قلت لها حرام المهموسلمين يأكل الحم الحوت والمهم مش مسلمين يأكل الخنزير ويسرقوا المهم مش مسلمين بالنسبة لها هي حسب تعريفها هي قتلها الحوت يأكلها الحوت يأكلها المسلمين وغير المسلمين عادي هي مش في بالها الحاجات الحلال يأكلها كان المسلمين والحاجات الحرام حشيكم يأكلها الغير المسلمين اذا مش مش في بالها هي ايلين افدان تشكتن زمان ازنسيز افدان ازنسيز كنت لك تخرج مدار من غير اذني قتلي حرام ايلين بابا لار اني لار بار مك قتلها تحايت على ماماك و باباك يعني تعلي صوتك عليهم قتلي حرام ايلين بابا سني فردو زمان يدا بار دي زمان اونو افدان كوار مسن سنر اما تشكو حرام الله باباك يعيث تحايت عليك تحاول ايلين قتلي لا يمنح و اتحاول حرام ربع يحرقن من يار اه بن يشعر اه 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 حرام من قلت الحق؟ حرام إنك أنا بالفعل أبداً كنت تبذيب سوف أتفعل وأبداً كنت لديها كنت أخذ ما تحذني الزيجاجة ولكت لم يعزك سعيد فقال لي لك أنت عندي كانت حجلة تتيجة لكي تتعذني العطار لكي تتتعذني العطار شكرا اللحويج وباشك أني لار بابالار يشلان دي زمان أفدان كوفلو الما هلال ما هرام هرام جنمان هرام جنمان تسمعوا بالغناء بالغناء والت قلت لها الأب والأم كيف يكبروا يخرجوهم الدار قلت للي لا ما يخرجوهم مش حرام والت تغني فيها غناء يحسيلوا هاك كيف تسمعوا أيلين هلال ما هرام هرام دي قلت لها المشروبات الكوحولية هلال ما هرام جنمان سيجارة اتشمك هلال ما هرام هرام أما 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 بابان سيجارة اتشيو أما منون نحن نعجي برور قلت لها شرب السجائر هلال ما هرام جنمان لهم مجرد جنمان حاول قرآن قرآن أرمك قرآن أرمك قرآن أرمك اي بشي مكوتو بشي مي اي بشي نيي شوكي الله تذيقي كران اقوماتهم ازي اي لين اي لين اي لين نماز کلممك بلغنا تسمع بيات جاوفية بلغنا قلت لها نمازك الممك يعني عدم القيم بالصلاة كما نقولو نحنا عدم تأديد الصلاة قلت لها حلال ولا حرام قلت لي حرام خاطر ربي يحرقنا بالنار لازم لازمنا نصلوا قلت لي لازمك تصلي بجي ربي ما يحرقش بالنار على اساس ما نصليش لازمني كل من نمازك المصن يوغس الله سيدي اكار لازم بديك تان سورة نمازك المصن على اساس اني هي لازمني يعني لازمني نداها نقولها راح وقف بهذايا قال الراجل بش تعسى لي نصلي ولا ما نصليش قلت لي لما تصليش عاليش ما تصليش خاطر ربي يحرقك بالنار يخيف عليها لنتحرك بالنار عاليش ما تصليش قلت لي على اساس كي نجي بش نصلي لازمني نشورها هي نهزها معاي بش تكون شاهد الموام هاك ما سمعتوا الايجابات نتاعه بالاغنازة بالفن قلت لها قلت لها اللي حاوس بلاش حويج يعني كي ما نقوله نحنا كي ما نقوله نحنا بالمعنى مش بالمعنى متاعنا عريين يعني كي ما نقوله نحنا مهوش مستور كي ما نقوله نحنا حلال ولا حرام قتلي حرام عايليين ام يازمتاكمك هاي مثلا مسلمان قدن شال طاقمك يا دياز ما طاقمك اي بشايمة كتب شايمة اي بشايمة قلت لها المرة كيف تعمل شال على شعارها يعني تغطي شعارها يعني انت تتسطر ونقوله نحن تتحج حاجة بايا والخاي بقت لبايا حسل المهم هكما اسمعتها برشة اسألة للحق متعربي ما نستحذرش وكل مرة هكي كنتفكر حاجة نصورها وإلا حتى نصورها هي يعني صوت وصورة كما نقولون احنا غيرتوها خطر هي لابسة شورت و لابسة خالعة من نجمش نصورها ذاك عليش المهم هذي الفيديو متاع اليوم كيفما شفتو فيديو وليد اللحظة حبيت نسئلها نشوفها اسكو هي الحاجات اللي قلتهم لها تعلمتهم يعني قاعدة حافظتهم مش هدتهم في مخها ولا وعلى فكرة راهي كما نقولون احنا واتطبق خاصة كما نقولون احنا خطر ساعات هكي نقولون احنا صغير يحب يجلب الانتباه هكي يقول مثلا يحب يجلب الانتباه متاع الأب والأم متاعه كي يتزرفوا مش كذبة اما كذبة بيضة كما نقولون احنا كانت تعملها كي كمثلا ماما ضربتني ولا حاجة تحب تجلب الانتباه متاع بابها تو ما عادش جملة ولا تتخاف كي اذن لذين زادت عندهم هم كي اذن الاذان يقولون ايلين اذن كندو زمان نديو سمسس هاير هاير عزيز الله نيه عزيز الله لا له ولا الله محمد رسول الله سمعتوها اشهد ان لا اله ان لا اله الا الله وان محمدا وان محمدا وان محمدا وان محمدا عبده ورسوله سمعتوها عندهم الاذاية كما الاذاية كما الدعاية تقالوا على الاذن حصلوا كا اذن مش كما نحنا نقولوا بعض الاذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة مش كيفنا نحنا كل واحد مذهبهم مختلف على المذهب خاطر نحنا في تونس مذهبنا الملكي هو مذهبهم الحنيفة حنيفة الش إشخيفة أدنان شاءاله حنيفة شاءاله النظر المذهب الحنيفة مختلف مصلاة حالي وفي مثلا مبطلة الوضوء حصلوا برشا حاجات مختلفين علينا مختلف يعني المذهب متاعهم المهم بطبيعة نحترمه المذهب ونحترمه القراء وفي الاخر كلنا مسلمين وكلنا اخوة المهم هذي الفيديو متاع اليوم حصلوا كان معا ايلين رحلة متاع اسألة واجوب حصلوا حاولت اني نترجم لكم بطبيعة وبإذن الله اللي عندها اسألة ولا حاجات تنجم تسألني ما عنديش حتى مشكل اللي عندها زادة ملاحظة اللي عندها انتقاد بطبيعة في كنف الاحترام ما عنديش حتى مشكل نقبل الانتقاد البناء ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله يا ربي كان نخفيف عليكم نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي امان الله